موسيقى مجزو الأخبار من قناة أهلا بكم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة مفاجأة إلى كلية الشرطة حيث حضر التدريبات الصباحية مع طلاب الكلية وشارك الرئيس السيسي طلاب كلية الشرطة في التدريبات الصباحية بما فيها تدريبات اللياقة البدنية كما تناول إفطاره برفقة الطلاب في الكلية ناشدت القوات المسلحة في بيان لها أسر الشهداء من الجيش والشرطة المدنية عدم الانسياق وراء دعاءات تخصيص وحدات سكنية من قبل بعض المحتالين المنتحلين صفات العمل بجهات تابعة للقوات المسلحة أو المؤسسات الحكومية وأهبت القوات المسلحة بعدم تسليمهم مبالغ مالية تحت أي مسمى مشددة على الأهالي بالرجوع إلى الجهات الرسمية المتعارف عليها بالجيش والشرطة نعى مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام استشهد سبعة أبطال من القوات المسلحة خلال قيامهم بواجبهم الوطني منذ انطلاق العمليات العسكرية الشاملة سيناء 2018 وقال فضيلة المفتي في بيان الله إن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان مستهدفا خير أجناد الأرض الذين يتصدون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر داعيا جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم الجيش والشرطة بكل قوة في حربهما ضد الإرهاب أعلن المتحدث باسم حملة الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية الدكتور محمد بها أبو شقة أن دعوات بث حالة من الإحباط لدى المصريين استغلالا لأحداث مصطنعة تعرقل مسيرة هذا الوطن وأضح أبو شقة خلال مؤتمر صحفي للحملة أن كل هذه الادعاءات تستهدف يوم الاقتراع لتبدو مراكز الاقتراع خاوية على عروشها مؤكدا المراهنة على وعي المصريين وقدرتهم على تغييب هذه الظنون أدان الأزهر الشريف بشدة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها سكان منطقة الغطة الشرقية في سوريا مطالبا كافة الأطراف ذات الصلة والمنظمات الإنسانية بإنهاء معاناة السكان المحاصرين وإمدادهم بالمواد الإغاثية وشدد الأزهر الشريف على أن الصور والمشاهد المروعة التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية لمعاناة أهالي الغطة توجيب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده من أجل إيقاف دوامة الدمار والاقتتال المستمرة منذ سنوات تتواصل عملية الفيصل التي تنفذها قوات النخبة الحضرامية التابعة للقوات الشرعية اليمنية بإسناد من القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي في وادي المسيني في حضر موت وتمكنت قوات النخبة الحضرامية من تحرير الوادي بالكامل من أياد عناصر تنظيم القاعدة الأمر الذي كبد تنظيم العشرات من القتلى في صفوفه كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية عن حزمة إضافية واسعة النطاق من العقوبات ستفرض ضد كوريا الشمالية اليوم وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينيس قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن ستكشف قريبا عن سلسلة أكثر صرامة وعضوانية من العقوبات الاقتصادية ضد بيونج يانجا قدم سكوت بيترسن ضابط الشرطاء الذي كان مكلفا بحراسة مدرسة فلوريدا المنكوب استقالته من منصبه وذلك بعد أن كشفت التحقيقات هروبه بدلا من الاقتحام أثناء حادث إطلاق النار الذي وقع بالمدرسة الأسبوع الماضي مسقطا سبعة عشر قتيلا على يد طالب سابق بالمدرسة يبلغ من العمر تسعة عشر عاما نهاية الموغس في عمان الله اشتركوا في القناة